هاي حلوين زيكو الأخبار النهاردة هاخدكو معايا جولة في الضيعة اللي أنا سكنة فيها أنا سكنة بعيد عن بيروت يعني الضيعة هنا زي ما تقولوا كده حاجة زي المحافظة او زي القرية بتكون مختلفة تماما عن العاصمة عن بيروت تحت هتشوفوها دلوقتي هي عبارة عن بيوت صغيرة ومززحمة وعن زي الكورة كده بصة والضيعة اللي أنا فيها صراحة حلوة جدا يعني أنا بحبها قوي وبحسها كده خفيفة فهمين قصدي فهواريها لكم وكمان ها اخترت ان انا عيش في ضيعة والفرق ما بينها وما بين بيروت والكلام ده كله ها احاول فكار الاسئلة اللي ممكن تخطر على بالكو وان انا احكي معاكو فيها وانحنا بنتعرف على الضيعة بتاعدي يلا بينا كما ترون الضيعة عبارة عن بيوت صغيرة مثلا بيوت صغيرة مستقلة يعني معظم البيوت في الضيعة هي عبارة عن بيوت مستقلة كده ما فيش امراض خالص يعني كل هنا ساكن في بيوت مستقلة الحلو فيها بقى زي ما انتم شايفين كده نهاية نظيفة وفضية وفيها خضار كثير يعني من اكتر حاجات انا بحبها هنا في الضيعة بتاعتي انها فيها خضار وعشان انتم عارفين احنا عندنا ازمة كهرباء فهم هنا احطان لنا سولر اه شايفين دي ايه طاقة شمسية عشان اه يبقى عندنا كهرباء بالليل هاي ازاي المرايات دي هم عاملينها عشان هتاخدوا بالكوا دلوقتي بصوا شايفين العربات جاية ازاي بيخشوا كده يعني عاملة زي كواعة فهم بيكونوا حطين عند كل كوع المرايات دي عشان الناس ايه تبقى اه تبقى شايفة العربات اللي نازلة من قدامهم اوكي اول حاجة ليه انا عايشة بالضائعة ومش عايشة ببيروت اول حاجة بيروت زحمة جدا 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 زيها زي الكاهرة بالضبط يعني مفيش اي اختلاف عن الكاهرة ايما قلتلكم بيروت بتبقى زحمة قوي قوي وعوادم كتير وحتى تحت فيه رطوبة عالية وزحمة ودوشة والناس يحسوها كده ايه مش طائقة بعضها هنا الضائعة قوي وهدوق وذي ما انتم شايفين كده يعني بصوا الطريق كله انا ماشيا خضار وطريق نظيف لانه كل ضائعة بيبقى ليها رئيس بلدية ورئيس البلدية او المختار بتاع الضائعة المختار ده هو كأنه المحافظ لا رئيس البلدية لا مفيش انا محافظين رئيس البلدية والمختار قول مثلا المختار ده زي العمدة هو اللي مسئول ايه عن البارت اللي احنا فين هو يأمن لنا قهربة يبقى الطرق نظيفة ويبقى الطريق كلها فبقى مهتمين بان وضافتها اكتر بكتر من بيروت لانه زحمة قوي فبحسها كده ايه متركبة مثلا بصوا انا ماشي هوريكم بصوا دي جنينة اوكي يعني جنينة عامة كده فيها كده ايه البنش ده ممكن اروح اقعد عليه وهناك برضه فيه بنش تاني كو الشمس اضربه فبشي فاهمين فايم ممكن ان احصل هنا ولم يحصل على ايه وزارة محتاجة عنها بس فيه جنين عندنا اوكي الحاجة كمان اللي انا لحظتها او هيا زايد او في الضايع بتاعتي لانه ساكن فيه انه فيه كتير يا جماعة شجر زيتون وده بقى دلوقتي موسم انه هم قطفوا الزيتون ويبدأوا بقى يعملوا زيت زيتون هناك فاهم ما اعمل زيت زيتون انا انسيته واريه لكم اه هم بيعمله زيت الزيتون طبيعي 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 من الاخصان يعني دي بياخدوا منها بتزور زيتون توجد فلية زيتوناية فالضيا عندي وفيها اكادانيا وفيها اه اسمه ايه افوكاتو هي بيزراعه كتير قوي هنا بيحب قوي الزراعة اللبنانيين بس عارفين بس هي دي الضائعة بتاعتنا اهو مسلا بصوا المراية قلت لكم موجودة في كل هنا في مراية وهناك برضو في مراية استنوا هوريها لكم بس عد بتعمو استنوا عدي بسرعة عشان في عروية جاية ابصوا هنا برضو في مراية انا نطر لكم مراية دي موجودة في كل حتة في مراية دي لازم تبقى موجودة اوكي هوريكم بقى الفيو بتاع الضائعة عشان انا بحب الفيو بتاع الضائعة قوي بصوا اول حاجة هوريكم شايفين بيت اللي هناك ده اي وده ده بيت مايضيب بتبقى بتعملين حفلات ده او بنبقى سمعين بقى كل الاجنة اللي بتعملها هم بصوا بقى الفيو بتاع الضائعة الحالو بقى طول ماحنا ماشيين بنبقى شايفين ايه شايفين الفيو ده او كدو الرومي اهو بيزرعة بحبو التير جدو العرومي المهم انتعمل بشوفته حلوه ازاي صغيارة وخفيفة وكلنا هنا في الضائعة بنبقى عارفين بعض يعني ايه كل الناس هنا في الضائعة بتبقى اه عارفة بعضيها ايه مثلا كل الضائعة عارفة كلابي مثلا وعارفين ايه يعني بقى بقى اسمينا البيت المصري ومتخيلين بقى يعني فيه لقب للبيت البيت المصري البيت ده كنت حبق اوي 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 بس للاسف اه اه اخده يعني بس من اكتر البيوت اللي بيحبها برضو اللي بيجيو بتاعهم حلو اوي استنوا ادخل ووريكم بص هو فيه حد بس هنشموها هاوري كل فيو بطي هوا بص دي اللي هم عاملينه ده بيزرعوا فيه عنب شايفين الورق اللي فوق ده ده ورق عنب بقى بينس العنب ندلس ده هننجري بصوا بقى الفيو بتاعبتهم حلو ازاي بس هوريكم من الفيو انو عشان تشوفوا الفيو من الجنبين قدي قدي ايه الفيو من الجنبين حلوة اوي بص وردو الفيو من هنا اعمل ازاي هي اضايع كلها الفيو بتاعها كده جبال يعني كمان قدام البيت عندي الفيو كده جبال وخضار ودي اكتر حاجة انا بحبها انو كده ايه يعني يبقى على طول الواحد فتح خضار قدامه اذا بقى اوريكم الكنيسة بتاعتنا بصوا دي كنيسة الضيعة سنطلع اه اه اوريها لكم هنا اه لبنان الدنيا مختلفة شوية عندنا يعني اقول لكم هنا الناس بتبقى عيشة حسب يعني طوايفها يعني احنا عندنا في مصر كلنا عايشين مع بعض اه مختلطين عادي لا اه هنا في بيروت بس الناس مختلطة مع بعض من جميع الاديان اما في الضيعة كل ضيعة بيبقى ليها اه اه ديانة معينة يعني هما بيفضلوا انه مثلا هنا كل اللي عايش يكون مسيحي الدائعة دي كل اللي عايش سني فهمين قصدي هما بيقوا وشايفين ان ده افضل واحسن اه غير عندنا احنا عندنا عادي بنبقى عايشين مختلطين مع بعض ومتقبلين الفكرة دي لا هنا في بيروت بس كله بيقدون مختلط مع بعض او في الاماكن اللي هيا فيها سكن مشترك زي الدورمز ام اااااااااااااااااااااااااا لو حد هيقجر حاجة فهمين قصما ايه اما غير كده الناس اللي بتبقى ممتلكة بيمتلكوا بيوت يعني فبيفضلوا ان هما كلهم يكونوا بيديهم من طايفة واحدة المهمة هذه الكنيسة لدينا دقتم البيت المشيء هذه السيحة ثم قفلين الكنيسة البيو بردو حلوة جدا البيو بردو حلوة جدا البيو بردو عدوية الصراحة في اي مكان بروح ممكن اعد ببقى مبسوطة انه هي بتطلع المنظر الخلاب بس انا هيك مندي يعني عرفكم على الضيعة كله بعد بقى شغلة مهمة كتير هي نادي الضيعة هناك نادي الضيعة هو هلا اجددو والبلدية اكيد هو نادي الضيعة هلا هو مسكر من تحت تاكنت فوت تفرجيكم يا بس هو هون هيدا هو الملعب تبع النادي وتحت فيه قوة كمان للتدريب يعني الولاد بيجو تايتدربوا هون مبعد في حكيت معكم لبنان المهمة يعني النادي مهم جدا هنا في البلدية لانه هو بيتجمع كل الولاد يعني فيه بيكون اكتيفتي كل سبت وحد الولاد بيتدربوا على البسكت على البوليبول على الجنباز يعني بيكون تحت اكتيفتي كتير ويوفروا على الهالي يهمون انه قد لا يأخذ الولاد الذي يروح نادي بعيد أو يروح مكان بعيد هو ممكن الولاد يتمشى كما انتم شاهدون يعني العربيات قليلة قوي والضائع امان جدا ان الشخص يتمشى فيها اخرى في الضائع هو هذا البيت هذا البيت اثري وهما يسمى الحرة يسمى هذا البيت الحرة ليس اعرف بشكل كبير واثري اه وديه جزء من وراء اه ممكن اناسبت اصوره لكم انا قدرت عند البيت انا لست قدرت اخرى انا ابقى ان اريد ان اردتكم في فيديو ثاني بهذا البيت المساعد وهذا البيت المساعدة و اوه لا تنبقى بشكل كبير لكي اكبر بيت اخرى انا دعني انا اخذنا الضائعة هذه الضائعة و اخذتكم في احدا ان كل البيت معظمها من الحجر يقوم بميزة في الشتاء بيخلي البيت دافي وفي السبب بيخلي البيت فيه تراوة ورطوبة فهمين يعني ايه متهوي كده حلو والحجر ده معروف يعني لبنان كلها معروفة بالحجر ده يعني ايب ان بصوا مؤاظم البيوت هنا معمولة من الحجر ده بس المهم دي كده كانت جولتنا في الضائعه يعني اتمنى يكون الفيديو كان خفيف وعجبكو وعجبتكو الضائع اللي أنا سكن فيها وقلوا لي رأيكم فيها في الكومنت تعمل لكم باي قلوا لي رأيكم في الكومنت عن الضائعة حبيتوها ولا لا اشوفكم الفيديو الجاي باي باي اه ما تنسوش تعملولي فولو عالانستا اوكي ناسلي اندرسكور شيح تعملولي فولو عالانستجرام باي باي